ما تقدم من حديث شخص لنا أهمية العقيدة السليمة في واقعنا الديني إن كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك ما بعد هذه الدنيا كما يقول أهل الحكمة إنما تعرف الأشياء من أضادها ولذا فإنني حاولت أن أسلط الضوء على الأضرار المترتبة على فقدان العقيدة السليمة كي تلمسوا بأنفسكم مدى أهمية العقيدة السليمة في حياتنا في حياتنا الدنيوية وفي حياتنا الأخروية ما نحن في الدنيا نعيش مرحلة وستنطوي ستنطوي بصحة أم بمرض بفرح أم بحزن فلا حزن يدوم ولا سرور أين الذين كانوا معنا وأين الذين سبقوهم والموت لا يميز بين صغير وكبير ولا بين غني وفقير الموت هو الموت وإذا محل بنا سقطت جميع الحسابات وانتفت جميع الوعود وتلاشت كل الأمنيات واختفت كل المطامع والمطامح وذهب كل شيء مع الريح يوم لا ينفع مال ولا بنون الآية الثامنة والثمانون بعد البسملة من سورة الشعراء وكذلك الآية التي بعدها يوم لا ينفع مال ولا بنون تعرفونه إنه ما بعد هذه الدنيا ما بعد دنيا المال والبنين إنها القيامة بكل أهوالها وفضائعها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم هو موضع العقيدة السليمة من هنا جاءنا هذا العنوان العقيدة السليمة اشتققت عنوانها من هنا من هذا المضمون القرآن الواضح يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب لن يكون سليما ما لم يكن مضمونه سليما ومضمون القلب الذي يعطي للقلب قيمة ومنزلة عقيدته مضامين القلوب كثيرة فقد يكون مضمون القلب لغوان ولهوان وسفاسفان وقد يكون مضمون القلب ضلالا وحقدا وحسدا وإعراضا عن الحق وميلا إلى الباطل وقد وقد لكننا حين نتحدث عن المضمون الذي يكسب القلب صفة السلامة إنها العقيدة السليمة إذا ما حلت في ربوع القلب صار القلب سليما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الأربعين وهذا الباب عنوانه باب الإخلاص في الصفحة الأربعين الحديث الخامس وهذا الحديث فيه تعريف للقلب السليمي هذا التعريف صادر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كيف عرف إمامنا الصادق القلب السليم هكذا قال القلب السليم الذي يلقى ربه يلقى ربه في الدنيا ويلقى ربه لقاء الله اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك كما مر علينا في الحلقة الماضية وأنا أقرأ عليكم من دعاء أبي حمزة الثمالي أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه في هذا القلب أحد سواه هذا هو تعريف القلب السليم عند آل محمد فحينما نقرأ في قرآنهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نتوجه إليهم ونسألهم ما المراد من القلب السليم يجيبنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه قلب قلب ليس فيه إلا الله كيف يتحقق هذا عمليا من أراد الله بدأ بكم من هنا كما نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم حرفوها ومن قصده توجه بكم لا أريد أن أقف عند هذه النقطة يمكنكم أن تعودوا إلى برامج السابقة كي تطلعوا على هذه التفاصيل من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم فأنتم وجهه من أحبكم أحب الله نحن لا نستطيع التواصل مع الذات الإلهية ليس لنا من طريق عقولنا محدودة قلوبنا محدودة لكن الله فتح لنا بابا وقال لنا إذا أردتم التواصل معي فعليكم بهذا الباب من أحبكم سادتي آل فاطمة آل علي آل محمد من أحبكم أحب الله من والاكم والا الله من أطاعكم أطاع الله من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله فأنتم بابه وحجته الكاملة ووجهه الكريم إليكم نتوجه سادتي هذا هو القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه هذا هو القلب الذي يتربع على عرشه الحجة بن الحسن تدبروا في قولة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل عن القائم فقال لو أدركته لخدمته أيام حياتي الإمام الصادق يتحدث عن كل ثانية من ثواني عمره الشريف يتحدث عن خدمة متواصلة من دون القطاع قطعا يتحدث عن خدمة مثالية في أجمل صورها وفي أرقى معانيها الخادم حينما يؤدي خدمة بهذه المواصفات فإن قلبه سيكون مشغولا بمخدومه فقط وإلا فإن الخدمة لن تكون مثالية ولن تكون راقية ولن تكون في أجمل صورها هذا هو القلب الذي يتحدث القرآن عنه ويتحدث جعفر الجعافر صادق العترة صلوات الله عليه عن مضمونه وعن معناه هذا هو القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه لا أريد أن أطيل الوقوف في هذه الثنايا فإن الكلام سيطول سأذهب إلى الحديث السادس إلى الحديث الذي يلي الحديث الخامس المجتمل على تعريف القلب السليم ماذا جاء في الحديث السادس من نفس الباب في نفس الصفحة من نفس الكتاب لكن الحديث عن باقر العلوم عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول باقر العلوم وهو يحدثنا عن تفاصيل ما يجري في القلب السليم الصادق قرأت لكم تعريفه للقلب السليم القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه الباقر هنا يحدثنا عن تفاصيل ذلك القلب السليم ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل أربعين أربعين يوماً إنه قلب واللغو 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 والسفاهة والحماقة إلى غير إلى غير ذلك من أمثال هذه المعاني الباقر يقول ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل أربعين يوماً أو قال هذا الترديد من الراوي ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل أربعين يوماً والذكر الجميل هو الإخلاص أيضاً المعاني واحدة وإن كان النص الأول هو المعروف لكنني أقرأ الرواية كما هي ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل أربعين يوماً أو قال ما أجمل عبد ذكر الله عز وجل أربعين يوماً وإنما يكون الذكر جميلاً إذا كان القلب جميلاً ويكون القلب جميلاً إذا كان مجتملاً على العقيدة الجميلة والعقيدة الجميلة هي العقيدة السليمة ما أخلص العبد الإيمان بالله عز وجل أربعين يوماً إلا زهده الله عز وجل في الدنيا هذا تزهيد من الله إلا زهده الله عز وجل في الدنيا وبصره داءها ودواءها فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه إلى آخر الرواية الشريفة فأثبت الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه أنصفوني وأنصف أنفسكم وأنصف الحقيقة وأنصف حديث العترة أين هذه المضامين من مراجعنا في النجاف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل أين هذه المضامين وهم الذين إذا ما تكلموا تكشفت عوراتهم وهم الذين إذا ما تكلموا صاروا مضحكة للوهابية وأمثالهم هذا الواقع هو الذي نعيشه في أيامنا هذه وحتى في أيامنا الماضية وفيما سيأتي الجميع يشربون من آنية واحدة الرواية تتحدث عن إخلاص لمدة محدودة إنها أربعون يوما فإن الله سيثبت الحكمة في قلب هذا الذي يخلص أربعين يوما وينطق بها لسانه هل تعرفون أحدا من مراجعنا بهذه الصفة من هو تتفجر الحكمة من قلبه على لسانه من هو هذا هذا حديث العترة الطاهرة إذا إذا كنتم تبحثون عن العقيدة السليمة فهذا منطق العقيدة السليمة وهذه أبواب العقيدة السليمة هذه الحكمة يحدثنا يحدثنا عنها إمامنا الصادق وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف أيضا هذا هو الجزء الأول من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل فقد قرأت عليكم من الجزء الثاني من الكاف الشريف في الجزء الأول صفحة 207 وهذا الباب عنوانه باب معرفة الإمام والرد إليه وهذا هو الحديث الحادي عشر عن إمامنا الصادق والذي ينقل لنا الحديث الشريف أبو بصير إمامنا الصادق في بيان معنى هذه الآية في تفسير هذه الآية ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هذه هي الآية التاسعة والستون بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فماذا قال إمامنا الصادق في بيان معنى الحكمة التي تحدثت الآية عنها قال طاعة الله ومعرفة الإمام وطاعة الله هي طاعة الإمام ومعرفة الإمام هي معرفة الله وهذه المضامين واضحة جدا في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذه الحكمة هي طاعة الله ومعرفة الإمام وطاعة الله هي طاعة الإمام ومعرفة الإمام هي معرفة الله وتلك هي العقيدة السليمة الكاملة الصحيحة أحاديث أهل البيت صريحة جدا وبينة جدا كان في نية أن أقرأ مجموعة من الأحاديث عليكم لكنني أرى الوقت يجري سريعا وعندي جملة من المطالب لا بد أن أتناولها أقرأ عليكم رواية مختصرة وكافية ووافية من نفس الباب ومن نفس الصفحة التي قرأت عليكم منها إنه الحديث الثاني عشر عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه الإمام يسأل أبا بصير أبو بصير عراقي كوفي والإمام الباقر في المدينة وقد جاء وقد جاء أبو بصير من الكوفة زائرا إمامنا الباقر في المدينة الباقر صلوات الله عليه يسأل أبا بصير هل عرفت إمامك هذا هو المدار هل عرفت إمامك إنه مضمون العقيدة السليمة إنه فحوى ومحتوى القلب السليم هل عرفت إمامك يا أبا بصير فماذا قال أبو بصير قلت إي والله إي والله قبل أن أخرج من الكوفة جئتك عارفا يا باقر العلوم هل عرفت إمامك سؤال الباقر لأبي بصير فماذا قال أبو بصير إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فماذا قال الباقر صلوات الله عليه حسبك إذن يا ليت لنا من المعرفة التي وفقا لها يقول لنا إمام زماننا حسبكم إذن حسبك إذن فماذا تريد بعد هذا إذا كنت فعلا قد عرفت إمامك حسبك إذن إنها الزبدة الذهبية في برنامجنا الذهبي أعرف إمامك وعرف بإمامك تلك هي زبدتنا الذهبية التي لا تماثلها زبدة هل عرفت إمامك قال قال قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فقال حسبك إذن هذه هي العقيدة السليمة تذكروا النقاط التي حدثتكم عنها في الحلقة الماضية التي تشتمل على الأضرار التي ستلحقنا إذا ما فقدنا العقيدة السليمة وأنا أقرأ هذه الروايات ليس اليوم ليس اليوم وإنما عبر عقود من الزمن وأنا أقرأ هذه الروايات يتذكر الذين كانوا يحضرون مجالسي ودروسي في 1981 1982 في مدينة قوم يتذكرون أني لطالما صدعت بهذه النصوص ولطالما وقفت عند هذه الرواية كثيرا هل عرفت إمامك إيه والله قبل أن أخرج من الكوفة حسبك إذن وأنا أقف عند هذه النصوص أرى أن الاتجاه العقائدية عند مراجع الشيعة بالضبط بشكل مضاد بالكامل هذه النصوص توجهنا إلى إمام زماننا بنحو مستقيم أماما نقرأه وندرسه في كتب العقائدة التي كتبها مراجع الشيعة من الطوس يوم أسس حوزة النجف وإلى يومنا هذا كتب العقائد تلك تأخذنا باتجاه معاكس بالكامل تبحثون عن اتجاه العقيدة السليمة هو هذا تعرفون إمامكم إذا قلتم نعم وكنتم صادقين بذلك وكانت معرفة سليمة وفق موازين العترة الطاهرة حسبكم إذا هنيئا لكم أما إذا لم تكونوا عارفين بإمام زمانكم أو كانت معرفة شوهاء كالتي تقدمها لنا كتب مراجع الشيعة العقائدية منذ سنة 448 حين تأسست الحوزة المشؤومة في النجف وإلى يومنا هذا حينما تكون معرفتنا بإمام زماننا معرفة شوهاء كمعرفة مراجع النجف لإمام زمانهم فلا حسبنا ولا حسبكم ولا هم يعزنون نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فلم يزال نورين أولين إذ لا شيئ كون قبلهما فلم يزال يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه من هنا فإن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التخليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف وهذه الطبعة طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 274 ماذا بيّن لنا إمامنا الصادق في هذه الرواية المهمة جدا بعد أن بعد أن تحدث عن أن أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى هم أكثر ضرراً على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه لا أريد أن أقرأ الرواية فلقد ذكرتها كثيراً في برامجي وتحدثت عنها كثيراً الإمام حدثنا عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة والذين تقلدهم الشيعة هم أضر من شمر وأضر من حرملة ولذا هم سيقودون الشيعة إلى الضلال هكذا يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه فضلوا من هم الذين ضلوا المراجع مراجع التقليد أكثر مراجع التقليد فضلوا وأضلوهم الإمام لا يتحدث عن غير المراجع هنا غير المراجع أيضاً في النجف وكربلاء هم من هذه الفئة لكن الإمام يتحدث هنا عن الذين تقلدهم الناس ولذا يقول فضلوا وأضلوهم لو كانوا من الذين لم يتصدوا للتقليد فإن الضلال سيكون منحصراً بأنفسهم وهذا أهوى لكن المشكلة هنا حينما يكون أكثر مراجع التقليد بهذا الوصف أضر من حرملة وأضر من شمر فضلوا وأضلوهم كيف ضلوا وأضلوهم قدموا لهم علوماً ضالة لا صلة لها بآل محمد الإمام يقول من أنهم تعلموا بعض علومنا الصحيحة وأضافوا إلى ما تعلموه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا على محمد وآل محمد التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهؤلاء المراجع وهم يرددون حطها برقبة عالم واطلع منها سالم فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم وهذا هذا هو حال شيعة زمان الغيبة الكبرى ما بين ضلال المراجع الكبار من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل من الأحياء أو من الأموات أو من الذين سيأتون في قادم الأيام ما بين ضلال هؤلاء وإضلالهم للشيعة فهم يقدسون ضلال المراجع ويضلون أنفسهم بسبب استسلامهم وتسليمهم لأضلال هؤلاء المراجع لهم وسيبقون على هذا الحال ومن هنا فليس للعقيدة السليمة في قلوبهم لا من عين ولا من أثر لذا فإن الإمام الصادق ماذا يقول لا جرم أن من علم الله من قلبه الحديث عن القلب السليم لا جرم أن من علم الله من قلبه هذا هو القلب النافع الذي سينفع صاحبه يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا هو القلب السليم ماذا يجري فيه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه إنها سلامة الدين صيانة الدين سلامة العقيدة والدين هو العقيدة الدين ليس الأحكام الأحكام تأتي في ذيل العقيدة في حاشية العقيدة الأحكام هي مظاهر للعقيدة وتذكروا ماذا يقول مرجعكم القادم محمد رضا السستاني من أن الولاية والإمامة هي دون الصلاة ودون الصيام ودون الحج فأين هذا من هذا ما أنا قلت لكم الاتجاه العقائدي في أحاديث أهل البيت يذهب بشكل مستقيم إلى إمام زماننا والاتجاه العقائدي عند مراجع النجاف يذهب بشكل مغاير مستدبر لإمام زماننا بالضبط بشكل معاكس بالكامل لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه إنها معرفة الإمام إنها العلاقة السليمة والصحيحة بإمامنا هذا هو القلب السليم فماذا سينفعه قلبه السليم هذا في الدنيا لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه هذا هو التوفيق الذي حدثتكم عنه من أنه عند انعدام العقيدة السليمة فإننا سنخضع لقواعد الخذلان وليس لقواعد التوفيق فإن الخذلان هو الذي سيكون حاكما علينا نحن الذين سنجر الخذلان إلى أنفسنا بهذا المغناطيس الوسق بالعقيدة غير السليمة التي نأخذها من هؤلاء القذرين الطفسين كما يصفهم محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما ماذا يقول لهم الرواية في التفسير الشريف إنه سيد تفسير آل عليه برغم آنافي ومعاطس مراجع النجف تلك المعاطس الطفسة القذرة التي تشوه وتصف هذا التفسير بأقبح الأوصاف في كتبهم ودروسهم اللعينة فماذا يقول محمد وعلي بحسب ما يحدثنا إمامنا الحسن العسكري يقول لأولئك القذرين الطفسين هكذا يخاطبونهم يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار مثل ما كنت في الدنيا لست مرافقا لهم إنك كنت سائرا في اتجاه معاكس بالكامل فيا أيها الطفس القذر يا أيها القمامة القذرة ليس لك من مقام عندنا عليك أن تذهب إلى جهنم كي تتطهر من قذارتك هذه وبعد ذلك ينظر في أمرك يا أيها القذر الطفس يا أيها المرجع القمامة هذا هو منطق محمد وعلي هذه ما هي كلماتي كلمات محمد وعلي يقولونها لمن بحسب الرواية للذين قد خالفوا ما رسم محمد وعلي لهم وخالف ما رسم له ما رسم هنا ألف الاثنين تعود على محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما حيث ذكر في الجمل السابق لهذه الجملة يا فلان أنت قذر طفس أنت قمامة يا صاحب العمامة أنت قمامة يا كبير العمامة أنت قذارة أنت طفاسة أنت قمامة أنت أنتنو من القمامة يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار إلى آخر الرواية الشريفة ورسول الله يقول ليس هؤلاء يسمون بشيعتنا هؤلاء محبوا أهل البيت إنهم الشيعة القذرون وشيعة أهل البيت ما هم بقذرين لكن هؤلاء ما هم بشيعة للحجة ابن الحسن هؤلاء شيعة المراجع والسباريت هذا هو التشيع المرجعي الطوسي النجفي السبروتي الذي يأخذ دينه وفكره من العيون الناصبية الكدرة القذرة من هنا جاءت القذارة أعود إلى رواية التقليد وأنا أقرأ من نفسي هذا التفسير الشريف إنه سيد تفاسير آل علي هذا هو تفسير العسكري أعود إلى كلام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد هذا المرجع الشيعي الذي تقلده الشيعة زمان الغيبة الكبرى إنه ملبس كافر لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه يوفق هذا الذي لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه يوفقه للقبول من ذلك الفقيه المؤمن ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله على مراجع الشيعة الكبار على أكثرهم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل عبر العصور وإلى يومنا هذا وفيما سيأتي من زمان إلى زمان ظهور الحجة بن الحسن حيث سيخرجون عليه مراجع النجف وكربلاء لقتاله وهناك نهايتهم ألا لعنة الله عليهم ألا لعنة الله على أولئك الذين سيخرجون على إمام زماننا ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة هذه منافع العقيدة السليمة واضحة صريحة في ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر